وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي خايف على الأخلاق في الملاعب وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي حريص على أن ممارساته الأخلاقية تكون أفعال حقيقية مش أقوال ويكون دايماً وأبداً حريص على تعزيز قيم الرياضة وتعزيز الدفاع عن الروح الرياضية في الملاعب عشان كده هناك كلام كثير مهم فيه الغربال، درس في الموضوعية، والكلام مش من عندنا الحقيقة في خضم الأزمة المثارة حالياً عن بعض الانفلاتات في الملاعب كتب الكاتب الصحفي الأستاذ عمادي الدين حسين رئيس سحري الجريد التشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو النادي الأهلي وهو بالمناسبة رجل زملكاوي ويعلن انتمعه للزمالك يمكن من هنا جاءت أهمية هذه المقالة اللي المهندس عدلي هيتوقف فيها مع بعض النقاط كتب عمادي الدين حسين شيكبالة خطيئة النجم وخطأ الجماهير والحياء تفصيلات المقالة فيها درس حقيقي في الموضوعية ولعله يمكن مش انحيازة لعمادي حسين لكنه واحد من الناس الموضوعيين جداً في أطرحاتهم حتى في الشأن العام في الشأن السياسي في أي قضايا بنائشها هتلمس عنده قدر من الموضوعية يعني انت تعرف تناقش مثل هذه العقليات بالضبط حقيقي حيبقى مركز أكتر في أنه شوف الأمر من منظوره لكن ده طبيعي إنما حيسمع منك ولما حيلايك بطول كلام موضوعي حيتطفق معك وهكذا الأمر بالنسبة لنا صحيح قال عماد حسين إذا كان الفيديو المنسوب لنجم كرة القدم في الزمالك اللاعب محمود عبد الرازي الشيكبال صحيحاً بأنه شارك في سب النادي الأهلي وجماهيره فهو أمر ينبغي أن يتم إدانته بأقوى العبارات الممكنة خصوصاً من نادي الزمالك ورموزه وجماهيره العاقلة مثلما ينبغي أن دين بنفس القوة أي سلوك مماثل يصدر عن رموز ولعب أي فريق كبير آخر كان أو صغير لا يوجد أي مبرر أن يفعل شيكبال ما هو منصوب إليه من سب الأهلي وجماهيره خصوصاً أن فريقه تمكن من تحقيق الفوز بالدور العام قبل نهاياته بأسبوع وحتى لو كان الأهلي هو الفائز والزمالك هو الخاسر فإن ذلك لا يبرر للشيكبال أو غيره أن يفعل ما هو منصوب إليه كنت أتمنى أن يكون الفيديو ملفقاً وأنتظر من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك أن تتحقق من الأمر وتحقق فيه وتعلن الأمر للجماهير والرأي العام فإذا كان الفيديو صحيحاً واجب معاقبة شيكبالا وأي لعب شارك في هذا الفيديو بأشد العبارات الممكنة وإذا كان الفيديو مزوراً فإننا نطالب السلطات المختصة بكشف من يقف وراء تجوين الحتة دي مهمة جداً يا سيد إبراهيم أنت بتسيب الأحداث زي قبل كده أما يتقالك الأهلي أو شركة كذا رشت الحكام بخطاب مزور يتبعت للترجج ولا يتم التحقيق ولا يتم الإعلان من اللي يزوره كما هو دي اللي بتخلي أمورته تفاقب ده بسبب ده والله برفع لك لأنه بسبب ده باش مهندس اللاهلي خسر مباراة الترجج هناك وفقد اللقب لا والعيب تعطودي عليها وتوترت العلاقات بين الجماهير التونسية والجماهير المصرية يعني الموضوع خطير الحتة دي الفقرة دي مهمة جداً ودي بيجي دور المسؤولين عن وهي هتبتدي في الحتة دي تملي ما هو أنت لو أنت لو عدل القيعي أو الأستاذ إبراهيم مينيسي تجاوزة أحد منه والأمور تجد من يبرر لهم تجاوزهم خلاص ما هو أنت هتصلح إيه؟ مش هتعرف تصلح بعد كده لأن حيجي الناس مبسوطين من طريقتنا يعملوا زينا صحيح واخد بالك الدنيا بتطفاقم زي كرة التال صحيح لما تتضحرج من فوق تكبر 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 لكن لو الحتام الأول وفتتها مين اللي فتتها؟ الناس العقلاء المسؤولين وإذا كان العناصر المسؤولة بشكل مباشر في أي نادي أو أي مؤسسة مش هيقوم بدوره لا فيه المسؤول عنه يقوم بدوره صحيح ويلزمه ومن هنا كان هو المسؤول ويلزمه ويلزمه ويكشف زي ما الأستاذ عمديني حسين هو التصرف الفيديو ده مزور أو مش مزور مزور؟ قولوا لنا مزور مين وحسبوه اللي زوره بالضبط طب مش مزور حسبوه اللي عمل كده هتقول لي قصي جماهية هي دايلمة ما هو أنت مش هنخلص طب هنشوف اللي جاي وبيقول كمان اللي أستاذ عمديني حسين أكتب هذه الكلمات وأنا أشجع الزمالك منذ عام 75 حينما كان عمري 9 سنوات وفرحت جدا أن الزمالك فاز بالدوري بعد 6 سنوات من آخر فوز له عام 2015 لكن هناك فرقا كبيرا بين أن أفرح لفوز الفريق الذي أشجعه وبين أن أسب وأشتم الفريق المنافس ومشجعيه أو أشارك في هذا الأمر أو حتى أصمت عن إدانته ده الخطأ وبيقول بعض جماهية الزمالك تقول إن شكبالا معزور حينما يخرج عن شعوره بسبب الاستهداف الدائم له من قبل جماهير الأهلي وهذا تبرير لا يمكن قبوله أولا أعرف أن شكبالا تعرض إلى ما يفوق طاقته من قلة منحرفة من الجماهير وعلينا أن ندين أي استهداف من أي جمهور لشكبالا أو لغيره وينبغي أن يتم معاقبة من يفعل ذلك لكن هناك فرقا كبيرا بين خطأ الجماهير وخطيئة اللاعب الجماهير تسب وتشتم كثيرا ليس في مصر فقط ولكن في كل بلدان العالم ونرى في أعرق الدول الليبرالية والديمقراطية والمتقدمة والمتعلمة بعض الجماهير التي ترتكب أفعالا عنصرية صريحة بحق اللاعبين زو البشرة السمراء أو ضد أي لعب غير أبيض هذا أمر مدان واتحاد الكرة الدولي يجرمه ويغرم الأندية والجماهير غرامات وعقوبات باهزة لكن خطأ النجم أكثر فداحة لأنه يفترض أن يكون قدوة ومثلا ونموزجا للجماهير ويساهم في تخفيف حدة التعصب وليس زيادته سيقول بعض زملكوية الذين يقرؤون هذه السطور أن بعض اللاعب وإداري الأهلي فعلوا سلوكيات أقرب لما فعله شي كبارا ممكن نقف بس قبل كده الحتة اللي فاتت تهميني جدا جدا لأنه ده تقريبا اللي احنا قلناه متفقين عليه فلما احنا نقول هنا كده وهو يقول هنا كده يبقى هي دي المصدر الواحدة بالضبط خطأ النجم ويختلف عن خطأ الجمهور خطأ الجمهور فيه ناس بتستخبه في الماس في الكتلة ومتاش عارف مين العمل حتى لو عرفت لازم تحاسب الناس دي لكن النجم اللي هو القدوة اللي بيطلع ده قدوة لزميله ده هو وسن الأمر تكرر من أجيال طلعاله صحيح اللي بيسيبه اللي بيتفه اللي بيشتمه اللي بيرقص عيال صغيرة بتصور بنفس الطريقة وأطفال تمسك الجزم هنا الخطورة على فكرة أنا لا أتحدث من منظور شخص مش قضي إن أنا أتكلم على كتلة شكبالة أنا قضي أتكلم على التصرفات أنا هنا أتحدث عن التصرفات نتمنى أن لا يتعرض أحد لأي إهانة دعيب قوي قوي يبقى في الرياضة في حد بيهين حد حتى لو كانت جماهير بتهين أي عنصر من العناصر لكن العيب الأكبر زي ما بيقول الأستاذ عمدين حسين إن المسؤول المحدد اللي قدوة اللي بتشاور عليه اللي عنده فرصة يطلع وينتشر ويتكلم في أكثر من منبر إنه هو اللي يكون يسقط التجاوز من حياته طيب بيقول كمان عمد حسين أعرف وأدرك أن المشكلة ليست فيش كبالة أو سيد عب حفيز فقط لكن للأسف هناك مناخ رياضي عام كان بمثابة البيئة أو التربية أو التربة الخصبة التي شجعت على مثل هذه السلوكيات المنحرفة وللموضوعية ينبغي أن نتوجه بالتحية لللجنة المؤقتة المشرفة على نادي الزمالك لأنها تنتهج منهجا محترما في محاولة القضاء على التعصب أو على الأقل تخفيض درجته ورأينا منها أفعالا تربوية كثيرة ربما تساهم في إصلاح ما فسد في السنوات الأخيرة على صعيد الأخلاق والقيم والتربية مرة أخرى لنقر سلوك أي جماهير تخرج عن الروح الرياضية لكن المأساة تتمثل في أن هناك لاعبين صاروا ينافسون الجماهير المتعصبة في البزاءة والخروج على النص وهو أمر ينبغي أن نلتفت له ونعالجه خصوصا أن عددا كبيرا من المصريين يتابع الرياضة والكرة ويعتبر هؤلاء النجوم نمازجا ورموزا أما الكارثة الكبرى التي ينبغي أن نتنبه لها بقوة فهي ظاهرة بعض الإعلاميين الذين صاروا السبب الرئيسي في زيادة ظاهرة التعصب وأتمنى العودة لها لها